السلام عليكم هل تسعي الصديق لمعرفة كيفية صناعة أفلام كارتون انيميشن باستخدام دكار الصناعي فيها أقل من 10 دقائق؟ فأني أن لك لقد وصلت إلى المكان المناسب في هذا الفيديو سأقدم لك نظرة سريعة ومسيرة حول عالم الإبداع الرقمي والتكنولوجي المبتكرة التي تسايل عمليات إنتاج أفلام كارتون سنستكشف سويا كيف يمكننا استخدام الدكار الصناعي لجال عملية اصناعة الأفلام كارتوني أسرع وأكثر قفاءة ستتعرف على أدوات دقائق الاستناعي التي ستفتعدون في تحليق شخصيات وإنشاء تفاصيل الخلفية بسرعة مدهلة ستستكشف كيف يمكن التكنولوجيا أن تدعم خيالنا وإبداعنا لإنتاج أفلام مدهلة في وقت قصير ستتعلم أيضا يا صديقي حول تصميم شخصيات رائعة وكيف يمكننا إضافة تفاصيل والتأثيرات المبيرة إليها ستستكشف الأدوات البرمجية التي تمكننا من إنشاء حركة سلسلة وواقعية وستستكشف أسرع وخطوات بسيطة لتحقيق تأثيرات بصرية مدهلة في أفلامنا هناك فرصة رائعة لربح عبر منصة اليوتيوب كذلك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي عبرها بعد تعلمكم كيفية صناعة الأفلام الكارتونية بالدكاء الاصطناعي يمكنكم مشاركة مهاراتكم وابداعاتكم على قناتكم الخاصة على اليوتيوب كمثال يمكنكم كسب المال من خلال الإعلانات والشراكات التجارية التي قد تتطور مع تزايد شعبية القناة هل يمكنكم تخيل أن تصبحوا مبدعين ونجوم في عالم الكارتون وتحقيق أرباح من هوايتكم مفضلة؟ هذا ممكن بفضل الدكاء الاصطناعي والمنصة المدهلة لليوتيوب وكذلك بجميع المواقع التواصل الاجتماعي فلنتوجه الآن إلى رحلة ممتعة ومشوقة لاستكشاف عالم صناعة الكارتون وتحويل إبداعاتكم إلى فرص رائعة للربح من الأنترنت أول خطوة يجب أن نكتب السكريكت أو الحوار في ورقة خارجية أو إذا كنت متكاسل أو ليس لديك القطرة على تأليف حوار يجب أن نقوم بهذا الموقع العربي هذا الموقع للدكاء الاصطناعي ثم سنكتب قصة التي نريد من خلاله نذهب أولا للاشتراك في الموقع عن طريق جيميل خاص بنا بعد الدخول إلى الموقع نذهب إلى الوجهة الرئيسية هنا سوف نطلب من الموقع أن يعطينا قصة قصة التي نريد أو التي نبحث عنها كما تلاحظون طلبت من الموقع أن أريد حوار لقصة فتاة يتيمة تتعرض للتعنيف من طرف جوجة أبيا أضعها في فيديو لقد أجابني هل تريد أن تعطيني بعد تفاصيل طلبت منه أعطيني من عندك هذا ما يميز دكاء الاصطناعي هذا ما يميز يا صديقي الدكاء الاصطناعي هذا بالنسبة إذا كنت تريد قصة بلغة العربية أبا إذا كنت تريد استهداف المحتوى الأجنبي عليك بشات جي بي الذي سبقا قمت بوضع فيديو حول كيف تصنع 105 فيديو قصير بواسطة سوف أترك لك الرابط في صندوق الولد الخطوة الثانية يا صديقي نبدأ بتحديد الشخصيات التي سنضع في الفيديو وسوف نبتعد عن طريقة تقليدية بإنزال الصور من جوجل لذلك جئت لك بهذا الموقع للدكاء الاصطناعي اسمه ليكسيكا يمكنك بصنع شخصيات من تصميمك من أول إلى الآخر وهو يعتبر من أقوى المواقع للدكاء الاصطناعي يمكنك من صنع أو الوصول إلى الشخصيات التي تريد عن طريق الكتابة فقط نقوم بعد ذلك يا صديقي بالذهاب أو بتشجيل في الموقع كما العادة بالدخول عبر جيميل خاص بك كما تلاحظون في الصفحة الرئيسية أن هناك تصميم قد أنجزت أو منجزة يمكن استعمالها مباشرة نحن سوف نذهب ونضغط على جنيرات لكي ننجز تصميم خاص بنا كما ذكرنا سوف نذهب مثلا إلى تراديكشن ثم سوف نكتب ما نريده ونحاوله إلى إنجليزية لمن ليس لدي أي اللغة الإنجليزية جيدة نقوم بكتابات التي نريده سوف أعطيكم مثال في الأول وأنتم قوموا بتطبيق هذا على باقي الشخصيات أنا كتبت الوصف كما تلاحظون فتاة يتيمة سوف أذهب بها إلى جنيرات بعد ترجمتها سوف يعطيني الوصف لهذه الجملة كما تلاحظون الصور الملائمة للوصف الذي قمت به جميع الصور لديها خلفيات لذلك توجهنا إلى موقع فوتوفيا هذه هي الخطوة الثالثة لكي نزيل الخلفيات هذا الموقع كأن لديك برنامج فوتوشوف سوف نأخذ الصورة إلى الواجهة أو إلى الموقع ثم نتوجه فقط بضغط واحدة إلى باقي ماجك نضغط عليها ثم نضغط على select object تابعوا جميع الخطوات التي أقوم بها للوصول إلى نتيجة المرجوة هكذا سوف يتم تحديد فقط الصورة بدون خلفية نذهب إلى الأسفل ثم نضغط على mask ثم بعد إضافة Clark ننزل بها إلى الأسفل ثم سوف نضيف لون الخلفية بالأخضر لكي تصبحها على شكل كروم ثم نضغط على كما تشاهدون على سوف تصبح خضراء في الأخير نضغط إلى فشي لنقوم بتشجيل الصورة عندنا ونحتفظ بها على شكل الخطوة الرابعة يا صديقي هو الموقع الرئيسي فيديو The idea الموقع الذي يمكن من تحويل نص إلى فيديو يتكلم ما يميزه بأنه يعطيك تقنية رهيبة في تحكم في نطف الكلمات وبتنسيق جد عالي بأي لغة تريد أي أن الكلام خارج من فهم الشخصية الكارتونية تماما وهذا ما يميز الدكاء الاصطناعي نقوم أولا بالدخل الموقع عن طريق تشجيل بجي مايل ثم نضغط على كريت فيديو يدبينا إلى هذه الواجهة يظهر المعنى أيقوناتين السكريبت والاوديو إذا كنت تريد أن تدخل الحوار مكتوبا أدخله هنا ثم سوف يحوله إلى كلام على شكل فيديو أو إذا كنت لديك أوديو مشجل يمكنك رفعه هنا ثم سوف يطبقه على الصورة التي تريد بالنسبة لنا سوف نقوم بإدخل نص كتابي ثم سوف نختار اللغة اللغة المغربية أو السعودية مهم لغة عربية يعطينا احتمالين لغة على شكل أو صوت امرأة ثم صوت رجل كما تلاحظون سوف نختار مونة ثم سوف ننتقل بعد ذلك لاختيار الشخصية يمكنك أخذ أو اختيار الشخصية المقترحة من الموقع لكن نحن سوف نشتغل على الشخصية التي قمنا بإنشائها وسوف نطبق عليها النص الكتاب الذي وضعنا كما تلاحظون لقد تم التحميل ثم نضغط في الأخير على جنيرات فيديو ثم سوف ننتظر التحميل بعد الضغط على جنيرات كما تلاحظون وفي النهاية تمت العملية بنجاح سوف نضغط على الفيديو ثم سوف نقوم بتنزيل دونالد لكن أنا لا أفعل شيئا سيئا لنذاة تتعاملين معي بشكل سيد حتى تغميلون القصة ثم ننتقل إلى موقع اليو بيكس هذا الموقع الذي لديه القدرة على تحريك الخلفية لأي صورة كذلك لديه القدرة في التحكم في مستوى الخلفية لديه القدرة لإعطاء صورة من نوع 4K رغم أنها عادية وفي النهاية يعطينا فيديو رائع نبدأ الآن نقوم بتنزيل في الموقع كما العادة بالجيميل الخاص بنا نقوم بتأكيد ثم يتجيبين إلى الواجهة الرئيسية نقوم بتأكيد الشروط الخاصة بالموقع ننتقل أولا إلى animation lanes هنا نتم تحديد درجات سرعة لحركات الخلفية نقوم بتحديد على حسب ما نريد من 1 إلى 6 كلما قالت المدة ستسريع سوف نتركها في المتوسط ثم ننتقل إلى animation style بالنسبة لهذه تحدد تجاه حركة إما مستقيم أو بويضوي أو دائري أو عمودي اختر ما شئت كما ترون ثم amount of motion هنا قوة الحركة كلما تجعنا إلى موارد تكون القوة أو الحركة قوية ننتقل إلى focus points إذا تركناها في الوسط تكون خلفية أكثر تابعة وهي أفضل شيء والحركة كلية ستكون في الجانب والعكس صحيح إذا تقاتل إلى الجانب وفي الأخير سوف نقوم بتحميل الفيديو بعد قيم بجميع تعديل سوف نضغط على share ثم سوف تظهر معنا هذه الأيقونة ثم نضغط على MP cut ثم سوف يتم التحميل وعادي هي النهاية قبل القيم بعملية المونتاج لجمع الفيديو كاملاً بعدها جمع جميع الصور والمشاهد التي قمنا بإنشائها سوف نتجع إلى برنامج للمونتاج أنا لدي في المورا بالنسبة لكم استعملوا أي برنامج لديكم نقوم بوضع المشهد الأول كما ترون ثم المشهد الثاني بالنسبة للأسد كروم الأسد يمكنكم الدعب إلى اليوتيوب ثم كتابة أي شيء أو ليون كروم سوف تجدونها في اليوتيوب ثم تقوموا بالتحميلها كما ترون بالنسبة لإزالة كروم الأسد الأسد فقط الضغط على صورة أو فيديو الخاص بالأسد ثم تظهر معنا الأيقونة التي في الأعلى نضغط على كروم نقوم بإتمام عملية المونتاج بإضافة المشهد الثاني جميع المشهد نقوم بإضافتها كما ترون نقوم بالضغط على الفيديو لكي يأتي كاملا على الصورة كما ترون نرفع الأعلى فقط بضغطة على الفيديو يمكنك التحكم به كما تشاء ثم نأتي بالشخصية التي قمنا بإضافة نص الكتاب عليها نقوم بدمجها كما ترون لإزالة اللون الأخضر أو الكرومة الخاصة بها نقوم بالضغط عليها مرتين ثم تظهر معنا الأقونة التي في الأعلى كما فعلنا مع الأسد نضغط على كرومة كاي ثم نضيف قليلا إلى 29 ثم تختفي نقوم بوضع الشخصية كما نريد على الفيديو الموقع الذي نريد وهذه النتيجة أنت مجرد عائق في حياتي كما تسمعون أنت لستي من عائلتي وأنا لا أهتم بك أنت مجرد عائق في حياتي لكن أنا بحاجة إلى حب ورعاية أنا يتيمة ولا أملك أحدا غيرك وأبي لماذا لا تحاولين فهمي؟ وفي النهاية هذه النتيجة كما ترون الفيديو كامل بعد المونتاج بالنسبة لهذا الفيديو هو عبارة عن فيديو توضيحي يمكنكم القيام بأحسن من هذا نحن فقط قمنا بتوضيح الفكرة وكيف يتم استغلال أو الدكاء الاصطناعي لإنشاء قناة لرسوم متحركة مثلا أتمنى إذا أعجبكم المحتوى أن تقوموا بدعم القناة بلايك وسبكرايب ولا تبخلوا علينا بكل عادة وشكرا وشكرا